ومن حقنا اليوم أن ننتظر من شركائنا مواقف أكثر جرأة ووضوحا بخصوص خديات الوحدة الترابية للمملكة وهي مواقف ستساهم في دعم المسار السياسي ودعم الجهود المبذولة من أجل قصول إلى حل نهائي قابل لتطبيق ونود هنا أن نعبر عن تقديرنا للدول والتجمعات التي تربطها بالمغرب اتفاقيات ومشراكات والتي تعتبر أقالي من الجنوبية جزءا لا يتجزع من التراب الوطني كما نقول أصحاب مواقف الغامضة والمزدوجة بأن المغرب لن يقوم معهم بأي خطوة اقتصادية أو تجارية لا تشمل السحراء المغربية